لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضيها برحب بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل وعنوان حلقتنا النهاردة البخاري ينتقم من شيخه لتكفيره وعايزة أراجع معاكم شوية عن الحلقة اللي فاتت الشيخ اللي كفرت البخاري أول شيخ كان اسمه أبو زرع والتاني اسمه علي ابن المديني والتالت اسمه أبو حاتم وأبو زرع وأبو حاتم إحنا شفناهم أنهما الاتنين من أئمة خرصان وطبعا ما ننساش الإمام أحمد بن حنبل أنه كمان ما أخدش من البخاري النهاردة بقى نتكلم عن مين؟ عن الزهلي وإزاي البخاري انتقم من شيخه الزهلي ودلس اسمه وقبل ما نشوف طبعا في الحلقة أنا بس هديكم نمسة صغيرة عن الزهلي عشان الناس اللي أول مرة بتشوفني النهاردة طبعا الزهلي قال إن من زعم أن القرآن مخلوق ده بيكون كافر وخرج عن الإيمان وبانت منه امرأته ويستتاب وده في حكمه على طول المرتدي يعني فإن تابه إلا ضربت عنقه وجعل ماله فيقان بين المسلمين ولم يدفن في مقابرهم ومن وقف يعني اللي هيقف ويقول لا أنا مش هقول مخلوق ولا غير مخلوق فقد ده الكفر ومن زعم وده المهم عندنا ومن زعم أن لفظي بالقرآن مخلوق فهذا مبتدع لا يجالس ولا يكلم وطبعا ده اللي قاله البخاري وعشان كده النهاردة هنشوف البخاري إزاي بنتقم من شيخه لأنه كفروا طبعا بتكفير الزهلي أعلماء كتير كفروا أول كتاب هنقرأ منه هو الكامل في الضعفاء الرجال الباب الثاني والعشرون من من قال التدليس يقول لنا كده عن ابن المبارك عن عوف قال التدليس كذب يبقى التدليس على طول إيه معناه كذب وسمعت أبا سلم يقول خرب الله بيوت المدلسين ما هم عندي إلا كذبون وحدثني أبو حفص قال سمعت أبي يقول سمعت الشافيع يقول قال شعبة التدليس أخو الكذب وقال أبو نعيم وأبو نعيم ده شيخ الزهلي برضو شيخ البخاري أصدي شيخ البخاري قال سمعت شعبة يقول والله لأن أزني أحب إلي من أن أدلس وحنا نقف هنا لأن الحتة دي مهمة إزاي أبو نعيم بيقول والله لأن أزني أحب إلي من أن أدلس يعني الزنة ده كبيرة من الكبائر والزنة ده حكم الراجم فالتدليس بالنسبة له أعظم من الزنة فتصوروا أنت دلوقتي تحكموا على البخاري إزاي لما نتكلم بالدليل والبرهان أن البخاري كان بيدلس في اسم شيخو خلينا كمان نقرأ من نفس الكتاب سمعت يا زيد بن هارون يقول ما دلست حديثا إلا حديثا واحدا عن عوف فما بورك لي فيه يبقى دلوقتي إحنا هنشوف يعني أو شفنا التدليس ده عبارة عن إيه وهكمل لكم في نفس الكتاب بيقول كده سمعت مسعارا يقول التدليس من دنائة الأخلاق خلي بالكوا أن دي شيوخ بتقولك كده يعني كل الكلام ده إحنا لازم نشوف أن كل الكلام اللي أنا بقوله مش بقراك ده علشان يعني تعرفوا أن كل الكلام ده هيتقال على البخاري لأنه دلس وإحنا هنسبت ده سمعت الشعب يقول كل حديث ليس فيه حديث حدثنا وأخبرنا فهو خل وبقل خلينا كمان هنشوف مرجع تاني عشان يأكد لنا معرفة التدليس وحكم المدلس لابن الصلاح قسم التدليس وفيه القسم الثاني وهنشوف في القسم الثاني هيقول إيه علوم التدليس لابن الصلاح القسم الثاني عشر معرفة التدليس وحكم المدلس القسم الثاني بيقول تدليس الشيوخ إيه هو تدليس الشيوخ بقى؟ هو أن يروي عن شيخ حديثا سمعه منه فيسميه او يكنيه او ينسبه او يصف بما لا يعرف به كي لا يعرف وفي الصححين وده المهم عندي النهاردة في الصححين وغيرهما من الكتب المعتمدة من حديث هذا الضرب كثير جدا كالقتادة والاعمش والسوفيانيين السوفيانيين وحشام ابن بشير والسوفيانيين دول هما سوفيان الثوري وسوفيان ابن عيانا يبقى انا اهم عندي حاجة النهاردة هو ايه ان البخاري دلس وكمان الكتب بتعترف كده بتقول ان من النوع ده تدليس من هذا الضرب يعني كثير جدا خلينا نشوف الكتاب اللي بعده في سير اعلام النبلاء الطبقة الرابع عشر الزهري وابنه احنا دلوقتي هنقرأ يقول كده بيقول ايه جمع عالم الزهري وصنفه وجوده ومن اجل ذلك يقال له الزهري ويقال له الزهري روى عنه يعني روى عن الزهري دي خلائق منهم الا اما سعيد ابن ابي مريم وابو جعفر وانه فيلي وعبد الله ابن صالح وعمر ابن خالد وهؤلاء من شيوخه ومحمود ابن غيلان ومحمد ابن سهل ابن عسكر ومحمد ابن اسماعيل البخاري وده المهم اللي عندي النهاردة دلوقتي ومحمد ابن اسماعيل البخاري روى عن مين عن الزهري خلي بالكو بيقول لنا ايه في الكتاب ويدلسه كثيرا ولا يقول محمد ابن يحيى بل يقول ايه خلي بالكم يقول محمد فقط او محمد ابن خالد او محمد ابن عبد الله ينسبه الى الجد ويعمي اسمه لمكان الواقع بينهم واغفر الله ولهما يبقى هنا بيعترف لنا انه هو ده تدليس الشيوخ انه بصه ممكن يعمل ايه ممكن ينسبه الجده ممكن يخلي اسمه مش موجود خالص وده طبعا لمكان الواقع بينهم لانه ايه لانه كفره وقال عليه انه هو كافر فانتقم منه بهذه الطريقة في الاحاديث خلينا بقى ايه نشوف الاحاديث اللي قالت كده ونسبتها من سعيل بخاري فتح الباري وشرح سعيل بخاري كتاب الديات باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين يقول لنا كده وقوله قال بعضهم عن ابي نعيم القتل يقول لنا كده هو محمد ابن ايه يحيى الزهلي يبقى قال بعضهم دي هو محمد ابن يحيى الزهلي رح اسقط اسمه تماما ورح حط ايه قال بعضهم يبقى شال اسمه وقال قال بعضهم علشان الناس ما تعرفش خلينا نشوف الحديث اللي بعده وهنا في الحديث ده هينسب الجده ازاي يقول كده حدثنا وانا هقول اسم الكتاب حدثنا محمد ابن خالد الزهلي حدثنا الانصاري ابن محمد ابن محمد ابن عبد الله قال حدثني ابي عن سمامة عن الناس عن ملك والكتاب فين في فتح البارب شرح السعيد البخاري كتاب الاحكام باب الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الامام الذي فوقه يقول لنا كده وله حدثنا محمد ابن خالد قال الحاكم والكلبازي اخرج البخاري عن محمد ابن يحيى الزهلي خلي بالكو بقى عن محمد ابن يحيى الزهلي فبيقول لنا ايه فلم يصرح به انما يقول ايه حدثنا محمد طارة يعني ما بيقولش الزهلي بيقول محمد وانت تستنتج ده مين انت بقى عشان ما تعرفوش اصلا وطارة محمد ابن عبد الله فينسبه الجد يبقى انت لما تسمع محمد ابن عبد الله هل انت عرفت ان ده الزهلي لأ وطارة حدثنا محمد ابن خالد فكأنه نسب الى جد ابي شوفوا التدليس وصل ان هو حتى ممكن ينسب لجد ابي علشان محدش يعرفو وحدثنا محمد ابن عبد الله حدثنا حسين ابن محمد ابو حمد حدثنا شبان عن قطاة ده حدثنا انس ابن مالك ده بقى الكلام يقول لنا ده حديث اخر عن اسفة ده حديث اخر فتح الباري شرح سعيد بخاري كتاب الجهاد والسير باب من اتاه سهم غرب فقتلو طيب فتح الباري بيقول لنا ايه بشرح ابن حجر يقول لنا حدثنا محمد ابن عبد الله وده المحدث اللي بيقول كده يقول لنا جزم الكلبازي وتابعه غير واحد بانه ايه الزهلي يبقى هنا ما قالش اسمه قال كده حدثنا محمد ابن عبد الله وهو محمد ابن يحيى ابن عبد الله نسبه البخاري الى جده خلينا نشوف حديث اخر حدثنا محمد حدثنا عفان عن صخر ابن جويرية الى اخر المحدثين والكلام ده في فتح الباري شرح سعي البخاري كتاب المغازي باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لنا حدثنا محمد فقط يعني يقول لنا كده فتح الباري بيقول لنا ايه جزم الحاكم بانه محمد ابن يحيى الزهلي حدثنا محمد ابن خالد برضو ده فتح الباري هنكمل القرية يقول كده حدثنا محمد ابن خالد حدثنا محمد ابن وحب وده حديث اخر هنلاقيه فين هنلاقيه فتح الباري شرح سعي البخاري كتاب الطب ابن حجر بيقول حدثنا محمد ابن خالد يقول كده ايه قال الحاكم والجوزقي والكلبازي وابو مسعود ومن تابعهم هو مين هو الزهلي ونسبه الى جد ابيه فانه محمد ابن يحيى ابن عبدالله ابن خالد ابن فارس يبقى شوفه كام حديث دلس في اسمه خمس احاديث خمس احاديث البخاري دلس في اسم الشيخ الزهلي عشان محدش يعرفه مرة قال عليه بعضهم زي ما احنا قلنا وارجعوا الاول للحلقة ومرة نسبوا الى جده ومرة نسبوا الى جده ابيه ومرة قال عنه حدثنا محمد فقط علشان محدش يعرفه وخليني افكركم بالكامل في ضعفاء الرجال الباب الثاني والعشرون من من قال التدليس يقول لنا كده قال ابو نعيم ابو نعيم وده شيخ الزهلي سمعت شعبة يقول والله لان ازني احب الي من ان ادلس وانتو دلوقتي انا هسيب لكم الحكم انتو بتحكموا على البخاري بايه وتابعوني الحلقة الجاية من حلقات النقل ام العقل لو سقطت مصادرنا الاصلية اللي هي كتب السنة فهذا اعظم بألف درجة من ان تسقط اراضي ترد بعقل احبا نقبل بعقله واذا يرد بعقل واذا ينكر بعقله يبقى الدين يبقى ونعوبة بينحاقون المشا ترجمة نانسي قنقر